مدينة الحديدة في قلب المواجهات المسلحة فالأنباء الواردة من هناك تفيد بأن المواجهات العسكرية باتت قريبة جداً من المدينة في وقت تعرض فيه المطار الواقع في جنوب المدينة والميناء الواقع في غربها لغارات جوية خلفت أضراراً خصوصاً في الميناء الموقع الإلكتروني للجيش أكد أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف استكملت تحرير معسكر الزرانيق والمناطق المحيطة به في مدرية الدريهمي الواقعة على مسافة لا تزيد عن 15 كم إلى الجنوب من مدينة الحديدة وفي الأثناء تواصل القوات الحكومية دحر عناصر ميليشيا الحوث الإنقلابية من المناطق المفتوحة في مدرية الدريهمي ومنها منطقة النخيلة غرب الخط الأسفلتي ومنطقة الشجيرة شرق الخط وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا وفي الآن ذاته تواصل القوات الحكومية التقدم من مفرق الجاح باتجاه الحسينية التابعة لمدرية بيت الفقه وصولا إلى منطقة القبيع في حين أسفر القصف الجوي للطيران بوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوث الإنقلابية التي وقعت أعداد كبيرة من مقاتليها في قبضة القوات الحكومية الرئيس عبد الربو مصور هادي أجر اتصالا هاتفيا بقائد عملية جبهة الساحر الغربي أبو زرع المحرمي الذي أحاطه بما تحقق من انتصارات باتجاه الدريهمي من قبل اللواء الأول عمالقة وباتجاه الحسينية شرقا من قبل اللواء الثالث عمالقة ومواصلة التقدم والتطهير نحو الحديدة واطمأن الرئيس هادي كذلك على صحة قائد الوثالة عمالقة العميد عبد الرحمن اللحجي بعد نجاته وهو يؤدي واجبه الوطني في خطوط التماس في مواجهة ميليشيا الحوث الإنقلابية زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي أقر في أحدث خطاب له بوجود اختراقات مهمة في محافظة الحديدة في مؤشر على حجم الخسائر التي تتكبدها ميليشياته في هذه الجبهة لكنه أكد أن هذه الاختراقات في الخط الساحل قابلة للإحتواء والسيطرة عليها على حد زعمه وفيما تزداد الضغوط على العناصر الحوثية المتواجدة في مدينة الحديدة تزداد المخاوف من إمكانية أن تتطور المواجهات إلى اشتباكات في قلب هذه المدينة المقتضة بالسكان ما قد يفجر أزمة إنسانية خطيرة ما لم تأخذ المعركة شكل الحسم السريع